ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في حكيتي الليلة، سأذهب مباشرة لما كانت عندي 21 سنة و جيت فيها الأوروبا باش نقرأ، جيت عند أختي و رجلها العام الأول في القرية دات عندي عادي أما العام الثاني سنكون فيه تنخدم كناديلة في واحد القهوة و في نفس الوقت كنت نقرأ واحد النهار و أنا خرجة من الخدمة لي كنت خادر واحد المهعد على أساس أنني نقرأ الإنجليزية حتى غدا يوقف علي واحدة توركي و دخلني بدك الدخلان تاع لباسه ليك واش عادي أنك تكون يزوينة بحلاكة قال لي بالفرنسية، أنا بقيت غير كنا نشوف حي تعرفت ذلك الكلام كيفاش داير وهو يطلب مني نمرتي، قلت لي أعطني أنت نمرتك و أنا مبعد راني هذي نسول فيك حقيقة خديت النمر و أنا ما عرفه شوش فعلاً غدي نسول فيه وللا داست أسبوع ما سولتش، أنا ذاك كنت بقى جديدة في هذه المدينة اللي تحولت لها و ما كان عرف فيها حتى شي حد و أنا نقول ماشي مشكل نسول فيه، ندير حتى أنا أصدقاء كي بدينات نتكلموا، بدأ عليها نتلقوا و نتلقوا و أنا ماشي من ذاك النوع اللي تيخوش بزاف و عزيز عليها نقب وحدي و خصوصاً إذا ما كنتش متصرة مع شي واحد ما كنتش كان قدر أنا ندوي معها مطلقة بقى علي أنا غادي لتوركيا، أنا غادي لتوركيا و غادي نقلس فيها شهر و ما غاديش نقدروا نتشوفوا، عافا كنت نتلقوا در السباب اللي أنه طوبيس ماكينش، قال لي غير أجي ماشي مشكل في الرجوع أنا غادي نرجعك وهو كانت عنده أنا ذاك تعده 20 سنة و كانت عنده قواف ديك المدينة، قال لي غادي نعرض عليك فيها، فعلا بقى عقله بلي أنا مشيت عنده و ما كملش معه 15 دقيقة رجحت في حالي لأنني كنت قارية من بعد، من بعد هاد اللقاء وله 24 ساعة وهو تصفت لي في ميساجات كي يسول فيها و كي يصونع لي أنا في اللون تا هاد العلاقة ما كنش عاطيها أهم يا حيتش تنقول غير معرفة و صف لما كنت كان سالي مع طلاف الخدمة مع ديك العشرة لحداش كان دائما تيخصني أنا نشي طوبيس، فهو كانت يسايني و أخا كان بعيد عليها ب30 دقيقة باش أنا يوصلني للدار فعلا ما كان طلب مني واله، عمره ما قلل عليها الاحترام ولا حتى تشرق لي وهنا بحيلة بدأت علاقة مع بيناتنا اللي كان فيها بزاة ديال الاحترام، كنت كان بغنى بطل مغرب كان هو اللي كي يوصلني المطار و كان معتن بياه فوق من هاد الشي كان مصر باش أنه يشوف عائلتي و يتعرف عليهم و يخطبني خصوصا من عندختي اللي كانت ساكن أحدايا كانت كتجيني في واحد الحاجة اللي كانت غريبة أنه عنده تعد عشرين سنة وعلى حسب المعرفة ديالي بالأصدقاء ديالي التركيين فهو مك يكونوا كي تزوجه صغار فهو قليب لي أنا و عمره ما تزوج تنقول فرسي؟ أو هي لي؟ على ماله؟ على كو كم زوج غا يديني القهوة دياله؟ ما غديش يقدر أصلا يتجرأ المهم بعد ست شهور و أنا معاه و ما أعطيهش أهمية حتى الواحد الوقت واللي كان نحس باللي أنني كان بغيه واللي تنشوف شنو تيدير ماشي بحال من قبل و فعلا غدي نجيبه لعندختي اللي غديتعرف عليها هي و رجلها باش حتى هما يعرفوني أنا معامن صافي بقينا كان خرجو مجموعين ديما كانت يهضر في التليفون مع واحد المرة حدايا وبالتركية حتى الواحد النهار صغلتو شكون قال يارا مرتخوية و هي اللي مكلفة لي بلوراق ديال القهوة حيث أنا ما كوش كان عرفيه موالو قلت لي صافي عمورني ما قلبت من أمور هاد الموضوع و كيف قلت لكم و أصلا كانت يهضر معها غير بالتركية و أصلا ما كوش أنا كانت سوق و ما كوش كان فهم بقالت الأمور غادية بحال هكاك فبدأك يصد علي راسي نديرو خطوبة كبيرة ما بالعائلة ديونة بما أنه عنده بزاف من عائلة تتمة قلت لي صافي وخة واحد النهار بقى عقلة و قلت لي خذين نمشي لها ديال المدينة عند صاحبتي قال لي وش نجص لك قبلت والله هو مستنى وقفون البوليس كان واقع لما يقف في الفغور وش عرب بحاله فش وقفون أعطاهم الوراق الوراق التي كانت تتموبيل في اسمية مرة مهم قرأة باسمية جال المرة قالوا لي وش هي هادي اللي معك مرة التتموبيل قالوا لهم نا قالوا لي وشكون وهذا ويقول لهم سي مادام أنا جت شوكي كيف عش مادام مهم ما فهمت وهارو فعلا لاذ بل هو ذلك من ذلك؟ انتهى زوجة الدرس اقول لي heute مدة عملة قال لي لي. لقد قال لي ما叫ه السنة انه ممسيو ماهام انا قلت صافي. مو بديش نصد عرصي معه و اميك تعليه نهار يحسبي يقولاه ان هنا ستبادلت الحقيقه يجي عندي او نهار يقول لي سمحي بي ان اتبتلك انا راني مزوج تصدمت و اقمت لك ما هي بيناتنا سهلا. قال لي لا لا تسمعيش بلى أنا أنني مزوج يسحب ليك باللي راني باقي مرتب طبيعة راحنا في طلق دابة ويرف ندينا واحد أخر مع عائلتها قلت ليها أنا كنت كان عيب على البنات اللي كيت دخلوها بالأزواج وأنت حطتيني اليوم في هذا الموقف فين غادي نحط وجهة مع سيدة يا ربي خصوصاً وأنه كان عندي خوف كبير أنني غضط مع مولانا وينتقم مني في الدنيا تتليه إلا أنا مقابلهش بدأتي يجبتش وراق وتيوري هومدي وتيقول لي يا شوفي أنا فوقش عرفتك في 2019 وأنا مشيت عند المحامي في التالي ديال 2018 رمشي بسببك رم ديما كنت بغي نتفارق معها بقى في الحال ولمتو علماً أنه ديما تيكتب علي وكل ويكاد كانت يقول لي غادي نجيل عندكم أنا والخوتي المهم أصار ريت باش نتفارقوا ولكن قبل ما نقول لكم شو نوقع ضروري نشرح لكم هذا الإنسان اللي أنا معاه كيفاش دير هو إنسان نارجيسي مئة في المئة مثلاً قولها شبتحليلي ولكن بتأكيد أنت على الأطباء النفسيين اللي من بعد غادي تفهموا في القصة كيفاش جاوا اللي كذوب عندو بحل شرب ديال الماء فاش أصار ريت باش أنا نتفارقوا تيخذكم تشوفوا شو متيديروا وكيفاش كي يستغلني تيبقى كيبكي وكيصفت لي في المساجات وكيعيط الختي وكيبات في الطموبيل قاسماً بالله حتى كان صباح نكون غادر الخدمة وكنلقاه جايب لي شي مشموم ديال الورد المهم أنا طعت فهد الفخوخة اللي كانت يتقنهم وكنت كنسمح ليه وكنعطي فرص وحد أخرين غادي تدوز المدة ديال شهرين او لا تقريباً تلت شهور وغادي جاي عندي فرحان صافي راني تطلقت تنقول فرصي انت أصلاً دخلتي لحياتي وخربقتيها ليا هاد شي داز وحد الزمانة قال لي يا أنا ديما تنقول لك نجيب أخوتي وانتي ما كاتبغيش ودبا غادي نديرو شي حاجة قلت لي صافي واخا اوكي المهمة تنوختي كان طير باش تقدش حفلة اللي غادي نديروها عند بنت خالتي وكان وجد لدرجة انه ما قدرش ننقول لالخوتي اللي كانوا ساكنين في دولة وحدة أخرى حياتش تزرب عليها ماشي كان نقول باستربة باش نخبع على الناس ولكن فعل عندك شي جا في لحظة وحدة غادي نعيط غير على صحاباتي اللي كانوا كيعرفوه اذاك النهار ديال الخطبة كنت خايفة لما يجيش حياتش ما عندوش الكلمة يقدر يقول لك غانجي وما يجيش يقدر يكذب يقدر يدير اي حاجة الحمدلله غادي يجي نهار ديال الخطبات اللي دازم زيان واللي منامورها غادي نحصل بلي أنه جا هو واحد سيد ومرته واحد سيد وحد اخر ومرته وهو يقدمهم لي على أساس بلي أنهم خوته وحيالتهم حتى غادي نكتشف بلي غير صحابه وجاوكي متلو عليهم زيان بلي رهم مخوته وكيدبيو على اسماية في العائلة وذاك شي كان بتقون عرفتو كيفاش عرفت؟ ربي غادي به لي هاد الحقيقة واحد النهار كان حداية تليفون ديالله من بعد الخطوبة اللي غادي يلقى فيه شي واحد كي يسبوه هزيز كان قراء حتى كنلقى واحد من دوك اللي يجاب كي يعيرو حيساش يجابو من دياله واحد اخرى هو ومرته فاشلا منهم من التمثيل ديالهم اللي جاو يلعبو عليا داهم اللي عندش يصحبو واحد اخر في الشي صناق وقال ليهم سينيوني هنا أنا جاي وخلاهم ممشا هذك سي يتعيت ليه وتييقول ليه أجي ردنا وهو ما تسوقش ليه ولكن يقول لكم شفتو فاد القصة كلها عشتور ببيش حم مرا فضحوليه كان كون كانت تقاتل وشاده بيدي وبرجلي حتى ربيش يبيلي ياشي وحوهيج وحد اخرين غادي يكسب لي هذك صاحبو كانت كذبع لعائلتك وعلى مرتك ومخبيع ليه ومادي شي كامل أنا دا بغا نصفت لمرتك تصور اللي صورت باش هكا تطلق منك بالزربة علما انه ونهار الخطوبة كنت عارب لي انو هذي السيد مطلق وكان قلال يام القبل مطلق وكانت تقول لكم ايه شنو هنديره بجان و بعده فاش كانت هذا كيت رتقينو كياتي كيوالي يغول كيوالي يبقى يغوطي لما تكتيش بينه يغوطي كدب ويماعد ايش نو يدير مطلق بقى يقولي نا انا مطلق وانواريك له ورق سيني خرشوا من المحكامة ودر ما عارفش اللي ستواه وانواريك له حقه هذا واني هبقى كيبكي انا عائلترا مابغوش يجي واني واش انا غالي نخسرك انا بغي نكمل معك حياتي ولا تبعت امر 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 يغنكون انا وياك وهذه الحق كلوك دي مكتي كلوه كانت ذلك تفضح لي راسك وشقوله انا بغي نخسرك وهو دي ما عنده دي اسكوس حيطاش ما بغي نخسرك حيطاش كان بغي نخسرك بس دعو تاني المامي ستواه غدال عخ سئ الماء يبتح تدار يطلب ختي ما يخلي ما يدير كان كي يلعب لي يا بدماري تقدروا تحكموا لي ودقولوا باللي انا مدلولة وما عارشو شنوه لكن خستكم تعرفوا انه فاشكا تكوني ضاحية دي الشخص نارجيسي ره صعيب بزاف انك تفكي من العالم ديالو وتحلي عينيك وتستوع به باللي داك شلي توقع ره ما شهو هادك كان كل حلم ديالو انه يفرقلي من عائلتي وحتى مصحابي لدرجة كي يكتبع لي ويقول لي خطقت لي ودهرت لي نيتو يحزلني من كل شي باش هو يدير فيها ما بغى المهم صرحت معاه ونوين انه بطول المغرب في ندير العقد مع العائلة ولكن قبل مرة اخرى غادي نحصل له كي يهدر مع ديك الخليلة القديمة ديالو اللي كانت على علاقة به الوقت اللي كان هو مزوج فبغي تبقى عني نفس الحاجة كيف ما تبقى على مرته اللولة اللي حتعل ختم ديال الزواج وقتليه صافي ما بقى ما بنا تناولو عزي التليفوني صفتليه ميساج من تليفون ديالو لها ديك خيتي وقتليها على اساس هو اللي تهدر راني بغيت غير ندوي معاك غير باش ندير الغيره لمرتي وسمحي لي وشكرا تقرسات صبحاتك تعيط عليها وقاتلي يا راجع عندي راجلك وجاب لي الخاتم ديالك وقال لي هاكي الخاتم انتي هي مرتي وانتي لي تستعليه والاخرى راني مثلا بغيهاش وبدك يقول علي كلام بزاف اللي ما كانش خصو يخرج ولي كيكون غير مابيني وما بينو وقاتلي بلي انا وكانت يجيبها لدارو على مرته اللولة فاش كانت يكا تسافر باش شوف عائلتها وكان كلام طويل وصادم فاش تقل الخبر انها عودت لي بدك يغوت عليها وبدك يصون عليها ألف مرة حتى جاوبات وفاش كنت خارجة من الخدمة غيش يدني بزز مني هيدخلني للتوموبيل ويقول لي را غير غارت منك ديك خيتي وحيش نستيز اللي صفت لها ذاك الميساج بغا تنتقل منك ورا غير متليك هنا من بعد عرفت بلي انه هددها بلي غايقول لوليديها هي معاه اذا ما صفتتش ميساج فيه لي كتعتذر باللي انا وهي اللي اختار عندك شي كله اللي قالت هو فاش يبكي تيديني عند من تيكذب عليها بيهم ولا بالعاني كي نراسو كيتشوه انا كنت تنتيق به وذا هو كالهدف ديالو وكل مرة كنت تنسامح المهم فجلت الفترة باش انا نرابطه المغرب مشينا المطار دوزنا الوراق ضحكين ناشطين وعائلتي موجودين في المغرب واحد الساعة دخلنا للطيارة وبدو كيعيطو سيفلان سيفلان جول عندو قالوا ليه ميمكنش لك تسافر لانا والباسبور اللي عندك فيه لاجئ ميمكنش تدخل به غادي خسك الفيزا بقي سكام بكي وكان قولت شيره ماشي معقول غادي رجعونا في حالنا لدارنا انا هادلو واختر بيصفت لي رسالة على قدها باش نفهمو نحل عيني ولكن مشات الامور بطريقة واحد اخرى داست شهر وعدها بطنى المغرب ومشي لادرنا حفلة ولكن هو وسط هدش كله يشوفني مع عائلتي ضحكة ونشطة فاش كان كي يتصب كي يبقى كي يعير بكلام اللي تيطيح بشخصيتي الحمد لله في ذيك اللقيتة اني كنت انسانة قارية وعندي مستر وخدمت شركات لهم مكبار وزيد وزيد يعني ماشي شي واحدة مكلخة ولكن هو اللي مكانش قاري واذاك شي اللي ما عندوش هو كانت يحاول انه يحاول انه يحيرني به نكتها عليا ودوزنا نهار الحفلة باش ممعطى الله لازو بزاف ديالتفاصيل تخيلوا ما كاش يعطني فرصة في نفكر في هاد الشي بهاد الشي اللي كيدوزع لي اللي كان كله خلط ما كاش يخلي الوقت في نراجع راسي وتليفوني ما كاش يحبس من الميساجات دياله نبدل النمرة نلقاه خرج لي بألف نمرة واحدة اخرى المهم غادي نرجع لفرنسا هاد المرة ما مشيتش نسكن معاه مباشرة بيد مدر تقد وبيما ندروا عقد فرنسي المهم حطيت صورتنا في الواتساب مرسول قديمة كانت عندي غادي تبلاد صورتنا وجات كالدوي معايا قلت لي يا كيف حجرتو حتى تزوجتو وهو ما عندوش الحق حيجيش انا وهد السيد عمرنا ما تطلقنا وعندي ولد معاه وعمره ما تفرق علي وديما كيجي يتلقى بعائلتي ويلاقيني بعائلته ويبكي حيث هو باغيني ويقول لي يا راه الدار خاوية بلا بيك وزيد 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 هي كالدوي وأنا كنت في واحد دوامة لي ما كنتش فاهمة كانت صدمة بالنسبة لي بحيلة طاحت مشي عمارة عالية عاو تاني نفس العذاب ونفس القصة ونفس المعاناة فاشدرت معايا قلت لي يا بلي هداك السيد اللي انتي معاه راه نارجيسي حيجيش كانت عند شي بسيكياتر وقال لي ها بلي انه راه نارجيسي وانا فين اول مرة غدي نعرف المعنى ديالها من بعد بديت كالقلب ولقيت بلي دوك المواصفات كلهم اللي فيه انتع هاد المرض بقيتا نفكر واش نمشي عند ختي واشنو غدي يقولو الناس واشنو غدي تقول عائلتي ما كونش مزيان وهو عاو تاني بدورو كيغوت عليها وكيقول لها علاج قلتي لها ختيفاش عرفت هاد الشي كامل بدات كتقول لي خس كيتحبسي هاد الهلاقة انا ما كونش عارفة نحبس وخاش شفته وعرفت حويش لي هم مكتار المهم ما عاروش كيفاش حت هاد القضية ديوزتها مرة اخرى ولكن اللي متأكدة منو انه بدت تياكل لي في دماغي وتيمشي لي بالعاطفة ما تخليني يش نفكر كي تحفل الارض وكي غوة ويدير شوها في الزنقة مرة خردزوا بزاف ديو الاحداث والتفاصيل لدابة فاش كنفكرهم ما كان ستوعبهمش غمشي معاكم مباشرة فاش درنا العقد في فرنسا غمشي عندو الدار اللي كان سكن فيها مع مرته اللولة تخيلو ما غيبت لهاش وغدلي القبلي انا وباقي مخلي تطور ديالها هي وولدو وتنقول لي حيدا تيقول يلا راه فيها ولدي كانت تلدد باش انا ويشوفني كانت تعذب وكانت بكي كان واشم فيه اسمية ديالها عانيت معا سنين باش انا وحيدة السيد كانت يحاول يعدبني باي طريقة كنت بغيت نحمق وما كان نحبش من البكة هاد الوقت كندرت ليه في تليفونه واحد الابليكاسيون اللي كنت كنشوف منها اشنو كي يوقع في تليفونه كان وقت مخروج من الدار واختخطوة كعيد على مرته القديمة كل مرة تنقول ليه ركسها في ساليتي من الماضي ديما تدير سباب والدو وهاد مرته هي اللي كانت يدوي لها من اول مرة في التعارف ديالنا كنت بطبيعة الحال كان لقى المكلامات كل مرة وكان مدى كان اغوت وابل عاني كيعيط لي احد ايو كيعيرها وانا رعا عندي مرت يوم ما تبقيش الدولية من بعد لقيت باللي انه كيت تعيطوا مبيناتهم بديكود تيقول لي حتى ندير هاد القضية حتى تجاوبيني كان غير كي يصفت لها نقطة او لا فاصلة في ميساج كتعيط لي بالنمر مجهولة فاشحفت هاد القلب ديالهم واحد نار صفت لها انا في بلاستو وهي تعيط لي هذيك الساعة غير سمعت صوتي وهي تقطع كانوا لعبين عليها مزيان من بعد غادي نحمل ما بغيتش نقول للأسف لانه ولدي كانت احسن حاجة ترات لي فوسط هذي شي كله كانت وسط علاقة مسامة ومريضة وكنت ديرها جميع الاحتياطات تجري باش انا ما نحملش ولكن شاء الله انا نحمل وابغيت طب الفرحة لانه من ديما كان مصدع لي راسي باش نديروا الولاد فاشافني حملت قال وزاد على كيف كانت تكفز كتر وكتر امو عمرها ما قبلتني وكانت مربوطة بدي كمرت والولاد حصلت عليه خيانة تقدوم والقصة ما بغاش تسالي معاه ولدت ودازوشي شهورة حتى الواحد النهار ضربني حيزاش حصلت علي خيانة واحد اخرى وابديت كان بكي واول مرة غادييني الشاجعة ان انا نعيط لي البوليس وغاديشدوه لمدة 48 ساعة بقا فيا وابديت كان بكي وغاديت كان بكي وغادي يخرجوه ولكن قبل غادي عطويسني واحد ورقة باش انه لمدة 6 شهور مايقربش اليوم مايعيطش ليه كل شي تيقول ليه هادشي اللي يدرتي ليه يستهلك ولفني انه يدري في الصباير وانا نرجع له من بعد شهورة وانا معاه على ذلك الشي اللي يوقع وانا سنقنعو بليه انه كل شي سلامة بيناتنا تل واحد النهار ومو فاش كانت في توركيا ضحت عليها الدار قطحت الانقاذ لمدة 4 ايام سيد ما خلو عوتي يبكي خليت كل شي من مورايا ووقفت معاه وخضيت ليه البيئة من عندي وقلت ماشي مشكل انتقاتل معاه انه عارفش وصلت لوقيته باش انه يمشي بقاك يقول يا يلا معايا وقلت فرصي واش نخاطر ونمشي معاه ونخلي ولدي من مورايا وما عارفش اصلا في غادا اختي عارضت الفكرة حيجاش بامكانه انه يدير ليه شي فخي دليه شي حاجة كلا ليه دماغي ومشيت معاه وصلنا المطار ما زالحنا فرنسا قل ليه غادي نخليك في العاصمة نتاع تركيا وانا غادي يمشي ديك المدينة اللي بعيدة على العاصمة بثمانية كيلومتر قلت ليه لارا ما نقدرش نبقى بوحدي وشكيت بلي انا وما كانش راضي بيا باش انا ويوريني الخوتو الدراري خرج من المطار وخليتو داتي عيط لي وقل ليه خليت حتى انا طيارتي وما مشاش باختصار مفيد غادي نود نقاش بيني وبين خوه ما احترمنيش وهو ما يدافعش عليا حسيت بالحقرة هاداك النهار سديت عليا ما باتش هوه في الدار لغد ليه جايب لي الوارد ونفخات فيهم القلوبة كأنه ما كينوالو فرع الباب والقانية جامعة حويجة وحطهم حدا الباب داعلي يبدي كسين ناما ديالو قصحت قلبي وخرجت في حالي فعلا بقى فيي الحال بقى فيي داري اللي حلمت انني نكبر فيها ولدي الحيوطة ديولها اللي سبغتهم بيدي وكل شي درتو فيها عن حب بالحق قلت ربي غادي عوضني خير انا حاليا عند اختي ومزيانة وكان حمد الله ونشكروه انني هاد المرة غادي نخرج بلا منك تائب من غير واحد يومين اللي حسيت بالحرقة كبيرة وبكيت فيها حتى برد وبديت كنصلي وندعي حتى برد علي مولانا لأول مرة بدلت نمرتي اللي عمرني ما قدرت نبدله بساطة ما تليتش باغى يكون عندي شي اتصال به انه اللي مات يكون هاد الاتصال ما فهمش شو سيوقع ليه حتى كنسامح ليه ذاك شي باش انا وقررت هاد المرة لا رجوع وخدر محاولات بزاف ليومنا هاد باش انا ويتواصل معايا ولكن صافي هي صافي وهذا قرار قتنعت به الف المية هو لانني نبدل حياتي ان شاء الله وانا فطور التبديل حياتي كنشوف هذا بزوينة بزاف بلا به علما انني ما كنش كانت تقبله وما كانش تبعت مع طبيبة نفسية وقالت لي يا اللي كان جامعكم ماشي حب ولكن كنتي ملفة به ومدمنة عليه وهو نارجيسي كانت يخليك دي ما تكوني مرتبطة به ويخوي المحيط ديالك من كل شي باش تبقي يشده فيه خير هو واخيرا نصيح لكل البنيتك تسمعني او كل الانسانة انا ما غديش نعمم على توركا كلهم ورا الاغلبية ديالهم ماشي بحال كيف تتفكروا ديال الاحلام والافلام وهديش هذا ماشي غير ديالي ولكن ديال بزاف ديال البنات اللي كان عرفهم رو الله معمرني ما شفتشي علاقة ناشحة من ديال صحاباتي اللي كيتزوجوا بالتوركا وكيبدو كيحطوا تصاور ديالهم ديال الحب حيجاش الحقيقة اللي كنت نعرف كان تغير ببسط مثال انا وياك انا كنحطوا تصاور واخا كنكون يالله مقاتلة انا وياه ويالله خاني وكنحط بلي اننا حنا مزيانين وهد شي كله كان غير علاقة بالعائلة وبالزاف ديال الحويش لكل اخت كان نصحكي انك تعزي راسك وما كذبوش الناس القدامين اللي ما قالوه فين ما تحطي راسك النهار الول كتبقى فيه انا ديشي كنت كنسمع عند اختي وعند ناس كبار وتنقول غير داوين ولكن وصلت ليه داك شي كله اللي درت على قبله بدافع الحب وبعيني مغمضين اندمت عليه واخا تكوني كتستي عليه كنقول لك صبري صلي ودعي ربي غدي برد عليك صيري بقيمتك واذا كنت كريمة بزاف سامحي المرة اللولة المرة الثانية اما الثالثة لا حيجاش اللي درك زوج مرات وعطتي الفرصة الثالثة وغير غلط فيها غدي تبقى مع حياتي كلها انا سامحت شي كتر من 400 مرة سامحت على شي حاجة ما كي تسامحوش عليها الناس غلطت وتعلمت من الغلط ديالي وحتى انتو مخصتكم تتعلموا من هاد الغلط واللي طاحت شنو طاحت بغيت نقول ليك تكوني قوية وتقتلي باش ترجع الكرام على راسك والله العظيم اللي اعمرني منسى دازو عليا صباحات تنفيق وكان قول يا ري تكونوا ما صبحتش فيهم ولكن الحمدلله انا اليوم قوية اكثر من وقتو حداخر داز في حياتي تقويت وعندي طاقة مساعدة انا من ربي ولدي احسن تربية وما يكونش مرة يتبح البحر وهذه هي كانت حكاية زينب دي كانت قول انها فعلا قصة بغت كل العبرة صراحة بعددش كله اللي قالت ونصائح اللي احطات ما بقى عندي ما نزيد من غير انني نقول لكم يا متابعين يا كرام خليوا لزين بكلام جميل لانها شركاتكم وصرحاتكم بوجه مكشوف وكانت شجاعة فانها تعود تفاصيل لحياتها دمتم في رعاية الله وحفظين تلاقوهم بعد غدا في حكاية جديدة سلام